لا 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 يا جماعة لأ 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 طبعا انتو اكيد مستغربين ايه كمية اللي انا بقولها ديت وطلع كده ايه نقص اغني لأ لأ يعني لا 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 بص يا جماعة ما هو انا مستحيل الاقي الكنز اللي انا لقيته امبارح ده وما طلعش اتكلم في الكنز ده معاكو او اشارككو كده الكنز ده انا وقعت يا جماعة على كنز في الاي اي 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 او في الزكاء الاصطناعي احنا كل يوم التاني بيزهر لنا كده ايه شارج جي بيتي ديب سيك اه كوين مش عارف اه ايبك ايه مش عارف ايه كمية مواقع ومحركات بحث وميت جيرني والكلام ده كله كلها برامج بتاع زكاء اصطناعي وتعديل الصور والكلام ده كله ويعمل لك صور بتاع العين وعراسي انا مبارح يا جماعة لقيت موقع ما بيحتاجش منك ان انت تسجل فيه ما بيحتاجش منك ان انت اا اا اقولك ايه مسلا ان انت مسلا تسوع فلوس ان هو مسيبقى بفلوس او حاجة تطبيق يا جماعة من غير تسجيل تطبيق مجاني بالكامل التطبيق الميزة اللي فيه هو مش تطبيق يا جماعة هو موقع يعني الميزة اللي فيه انه هو لمملك كل ادوات الزكاء الاصطناعي والله يا جماعة لقيت في حاجات انا حتى ما سمعتش عنها موجود فيه موجود فيه موجود فيه موجود فيه موجود فيه تقريبا اكتر من 20 او 30 محرك بحث او اداة ذكاء اصطناعي موجودة في الموقع ده هتخش تعمل اي صور انت عايزها باي شكل انت عايزه باي ابعاد انت عايزها شكل كرتوني شكل سينمائي شكل بقى اكنه مرسوم بسا كزا بقى لام رصاص عايز شكل حتى حقيقي بصوا يا جماعة بصراحة انا مش مسميه غير كنز ده كنز انا لقيته قلت لازم اطلع اشارك معكم الكنز ده كل طالبه منكم بس ان انتوا تابعوا معي الحلقة لحد الاخر اديني اللايكي عشان ده يساعد على نشر الفيديو يعني او مكافأة اللي هي كده اديني كومنت جميع زيك ولو انت او ما تشوفني انا احمد شيطو بسعيني طبعا ان انت نضام للقناة عن طريق زرار السبسكريم موجود تحت الفيديو وفعل زورة جاة عشان اي فيديو يزيله جديد يجيلك باشعار وبدو اللي غير كتير بقى ينا بينا عالكينز يا شابا اه طب يا جماعة جانت ربعة الانترو كالعادة نخش عطل في موضوع الحلقة طيب بصوا يا شباب انا هسيب لكم لينك الموقع او لينك الكنز كزا انا بقول لكم فيه صندوق الوصف الموقع بصراحة جماعة بسيط جدا وسهل جدا هنا طبعا اول خانة عندك اللي هي امبت برومت ديات دي هنا طبعا بتحط الوصف بتاع الصورة اللي انت عايزه طيب لو جينا هنا بقى فيه الخطوة التانية او الخانة التانية دي هنا كده وضغطنا عليها بصوا يا جماعة كل دي ادوات زكاء الثانية الموجود عندك عندك هنا عندك عندك اللي هو 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 وعندك حاجات كمان انا زيت نفسي والله ما سمعت عنها كل دي ادوات يا جماعة هتريد تستخدمها مجانا بالكامل يعني مسلا. مش قلت من 3000 صور بقى و تعالى بكرة لا لا اعمل مليون صورة يا جماعة براحتك. في عندك هنا حاجة تانية مسلا الو هو هنا فيه وبء او branches علي وانا بعملكوا صورة مع بعض هوركو الفرق بين الاتنين يعني. وهنا بقى في here systemic thing هنا طبعا بص يا جماعة اديل في الستيل هنا بيقول لك انت عايز الصورة بتاعتك تطلع الستيل بتاعها عامل ازاي واخد مسلا طبعي كرتوني طبع بقى مرسل مرسومة بادوات زيت ولا طبعي واقعي اكتر ولا طبعي انه مسلا مرسوم بغلب نصاص كل الحاجات دي يعني. طيب هنا بقى بيقول لك انت عايز الصورة بتاعتك تكون ابعادها ايه واحد الى واحد ولا تاتة الى اربعة ولا اربعة تلاتة ولا ستاشر الى تسعة ولا ممكن تعمل هنا كده وتختار الطول والعرض بتاعك زي ما انت عايز. انا مسلا هقول له والله يخليها ستاشر في تسعة. طيب ادني بقى هنا ماشي زي عميشيتو. بص يا شباب ايها طبعا عشان نحط وصف هنا لازم باللغة الانجليزية. فاذا هنلجأ ليه موقع شات جي بي تي او اي موقع بتاع الزكاء الصناعي يعني. بس خلينا مسلا في شات جي بي تي عشان ده المعروف اكتر وكده. طيب انا عايزين برضو كنتخلمها بعد كده اي حاجة انا والله ما فيش حاجة معاينا في دماغي فانا ممكن اقول له ايه? هقول له مسلا اوصف لي صورة فقر لونه ابيض يأكل تفاحة في المطبخ والقطة تنظر اليه. بعد كده اقول له هنا باللغة الانجليزية. تمام كده يا شباب اوصف صورة فقر لونه ابيض يأكل تفاحة في المطبخ والقطة تنظر اليه باللغة الانجليزية. اي تنجان يا جمعة? اقول له هنا كده همعلم هوات وطبعا مش هتوصى هيجيب لك اندية كلها في ثانية. طيب هنقول له هنا كده هناخد هنا كده كابي. وهنيجي هنا كده. وهنرمي يا معلم الوصف اللي احنا خدنا ده. هنشيل بس دي هنا كده. هنا ممكن بيقول لي بس لو انت عندك اي تعديل او حاجة. وفوق هنشيل الكلام ده. طيب وهنختار مسلا هنا ايه? خلينا مسلا او خلينا هات مسلا دلوقتي. مسلا يعني. وقل له هنا كده شايفين يا جماعة اول حاجة السرعة بتاعت الصورة طاعت. سانية ازاي? هنا حاجة يا جماعة شايفين يا جماعة والجمال بتاع الموضوع. يعني جامد جدا. انت ممكن برضو بتختار تقول له هنا هات والله لو هاتشات جي بتي وقل له جنريت ايمج. شايفين يا جماعة جاب لي تخاول تاني او شكل تاني. ممكن تقول له مسلا هاتلي والله الديب سيك. مسلا. دي جنريت. تخطينا لكم جماعة اصلا الموضوع السرعة الصور بتتعامل في ثانية. شايفين يا جماعة? طيب. انا بقى الفرق مسلا بين الفيليكس. والتربو ده ايه بقى? عشان اواريكم مسلا. انا هنا كل كل اللي عملنا في يعني التالة الصورة احنا كنا عاملين فيهم الفيليكس. لو اخترنا هنا كده التربو والتاني هنا كده تاني. بصوا بيحاول يا جماعة يجيب لك الصورة وكأنها وقعية اكتر. يعني بصوا يا جماعة فاهمكم. الصورة هنا مسلا بين قوي ان الصورة دي مرسومة او معولة بزاكة الاصطناعية. انما هنا تحس اكتر ان الصورة من الصورة مسلا بقامرة موبايل او قامرة عادية. حس ان الفرن حقيقية. فاهمين يا جماعة اصلا ايه? لو جينا اخترنا هنا مسلا هات اه جيمني ده مسلا. مسلا يعني اقول لهم كده اجينا او بصوا يا جماعة بيجيب لك الصورة وكأنها وقعية اكتر. فده الفرق بين التربو وبين الفيليكس. طيب انت ممكن بقى كمان تختار نوع الصورة او عايزها شكلها عامل ازاي. يعني ممكن تقول له والله سري دي موفي مسلا واضغط ثاني هنا كده وقل له مسلا واضغط هنا كده كمان نختار ايه? اي حاجة والله يا جماعة انا اصلا مش عارف ايه الحاجات دي انا بختار معاكو اي حاجة يعني. ممكن نقول له مسلا اي حاجة. ونجيب حاجة رابعة كمان نقول له ايه? هات مسلا اه دي مسلا يعني. ونختار هنا مسلا هات كوين. ونقول له هنا شايفين يا جماعة البناء العالاخترات اللي اخترتها غير لي الصورة. شايفين صورة عاملة ازاي? تحيس انك بتفرج على فيلم كرتون. الموضوع يا جماعة جميل جدا لو تاخدوا بالكو الصور بتطلع في ثانية. طبعا اي صورة من دي لو انتم عايزين تحفظوها. فانت كل عليك اتبعا كلمين هنا كده وتقول له هنا وهتنزلها طبعا عندك على بقى الديسكو توب او اي ان كان المكان اللي انت عايز تنزله عليه. والصراحة يا جماعة الموضوع جميل جدا الموقع ما بيحتاجش منك ان انت تسجل. الموقع مش محتاج منك. مسلا يقول لك بقى ايه? اعمل النهاردة تاتة اربع صور ولا خمس صور. وخلاص كده بقى فرصتك خلصة تعال بكرة يا معلم اعملي صورة. لا لا لا. اعمل يا معلم مليون صورة. راحتك. عندك كل ادوات الذكاء الاصطناعي موجودة هنا. لو اخترنا مثلا هنا تاني. وقلناها مثلا. عندك يا جماعة كل ادوات الذكاء الاصطناعي موجودة. شايفين يا جماعة جمال. شايفين يعني بصراحة ده كنز يا جماعة. ده كنز. انا بصراحة ما شفتش حد يعني شرح الموقع ده او اتكلم عنه صدقا والله. ممكن تكون في حد شرحه بس انا والله يا جماعة معرف. فاعتقد ان انا العبد لله الحمد الله فضل ربنا. اول حد يتكلم على الموقع ده او يشرح الموقع ده. فكل بس يطلبوا منكم ان تتقدروا المجهود يا جماعة. ادوني بس لايك عشان ده بيساعد فيه نشر الفيديو. ويكمنت جميع زي كده. اشتراك في القناة لو انت مش مشترك. فعل زر الجرس. واللي هتزال قدامكم حلقا دي دي قناة التليجرام. انا بنزل لك حاجات ما عافش نزالها هنا على اليوتيوب. هسلم بكم طبعا لينك القناة بيساعدو الوصف. هتمنى ان انتو تنضموا ليها. وكالعادة لو انت واجهتك اي مشكلة سبالي فيه الكومنتات وطبعا هتوصل مع بعض ونحلها مع بعض ان شاء الله. وبس كده يا شباب.